هذا وسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها للمرحلة الانتقالية للمجلس العسكري الانتقالية يأتي هذا فيما اعتصم عدد من السودانين أمام مقر المجلس العسكري تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير وطالبت قوى الحرية والتغيير بتشكيل مجلس تشريعي من 120 عضوا ومجلس سيادي يكون رأسا للدولة ومجلس وزراء له سلطة تنفيذية عليا مع وقف العمل بدستور 2005